اهلا وسهلا عيد مبارك السعيد ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الرياضي الأسبوعي سبورت تايم على قناتكم M24 في هذه الحلقة تنستطفو أسطورة ديال كرة القدم المغربية لعب مع فريق الوداد البيضاوي هو في عمره 16 سنة قبل ما يتنادى عليه في المنتخب المغربي ويكون وجد مع المجموعة ليخلت انطباع كبير في كأس العالم ديال 86 بدأ المسيرة الاحترافية في 84 مع فريق سيونس سويسلي ومن بعد لعب كذلك مع باريما تراغاسينج ولمبيك ليوني مع فريق البرتغالي ديال بخايا رجع لسويسرا مع فريق سانجال قبل ما يختم مع فريق الوداد في 97 بلاشك عرفته بأن الضيف ديالنا هو اليوم عزيز بودربالا السي عزيز نهار كبير هذا لنشوفوك ونستطفوك هنا بارك الله فيك في البداية أولا كنشكركم على الاستضافة ونقول لكم المشاهدين الكرام عيد الأضحى مبارك بس حاول عافية والبركات وخاصة راح تلبها إن شاء الله إن شاء الله سي عزيز كما تنقول هنا دائما تنقول لكل شي لكين واش عمرك شي واحد دلك شي ماركاج بحي ما أدرتو لك أنا فتلس ديال السيمانات خمسة هومار خمسة ديال السيمانات عارو سي عزيز عارو لا معليش معليش تعرف بأن وإحنا نحن نكون ديفنسور ولا ميليو تيران وخلعبت هنا لا كدر لنت أجوه بوليو لان تقدر تلعب لان تلعب كميليو ديفنسيف واي جسما واشوف أنا باش نقول لحي تسبون وغانا هدرو علي حيث سي عزيز عنده من غير من غير تنقول لغ دوجو كين سي عزيز ينبلي كيف بزاف ديال الجمعيات واتشي غانا هدرو علي رقم هذا العدد رقم 28 ديال سبور تايم كيف القاعدة غدي نبدأ بالفلاش باك فوتو ديال الضيف ديالنا غدي نشوفه ارتصامات شريع المغربي على عزيز بودربالا قبل ما نعرفه كيف هو الجديد دياله في العمل الجمعوي غدي ندير وقفة مع سي محمد ورديني في بغيك تايم غدي نتكلمه على الحدث القاري لتيتجرة في بلادنا اللي هو كأس إفريقيا للأمم للسيدات بالمشاركة ديال الفريق الوطني المغربي اللي غدي يجري مقابلة مهمة نهار الأربع الجاي أمام فريق بوتسوانا ونختموك كيف القاعدة مع مها الصالح في الفقرة ديالها أكستراتايم سعزيز 20 مينوت تدوز كل برق إياك 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 كما يسمعتي سنبدأ بالفلاشباك فوتو سنطلب منك باش تعلق على واحد تصور ستشوفهم قدامك إن شاء الله إن شاء الله متخب الوطني المغربي طيب يتحل دي الفطر اللي أديد لك وبديمونت كأس لعالم 1986 اللي كعرف الجميع صراحة كنا حقنا وحل الإنجاز كبير عالمي صراحة لأنه كانت أول المدخب عربي وإفريقي كأس لعالم وخاصة احتلاله المرتبة الأولى في المجموعة اللي كانت فيها البرتغال وبولونيا وأنجلاتيرا وكان كان فاهمه ما كانش المغرب مش صحبش أمامني شاف ذلك القرعة وشاف الفروق لغة لغة لعبد الضم كنات حنا في المجموعة كانت كاسمها مجموعة الموت وكان الكل يقول أنه الضحية لا تكون في المجموعة والمتخابة المغربية العكس اللي وقع حقنا صراحة مع الإيجاز كبير عدي مع ضد بوردو تماما نحن بك اليوني ماشي مع باريز واللي كتشوف الحارس اللي كان لور هذا كراسي نكونو ماشي نكونو الأخر الحارس الكاميروني الكنف هذاك الوقت تماما وهذا المباراة هذه كنت يعني سنين طويلة كنت الولمبيك اليوني ما تأهلتش للكأس الأوروبا وفي شجلت الهدف الوحيد اللي ممكننا بتأهول واخدنا المرتبة كده للرابعة للخمسة في البطولة الفرنسية واللي ممكنتنا من المشاركة في كأس أوروبا سباك الله سباك الله هذه فريق دي البرتغالي مدينة قريبة من ليزبون وكنت صراحة كان جاني وحد الأرض من هذا الفريق ومشيت لعبته للموسيم كان بالنسبة لي مهم جدا صعب ولكن مهم جدا نظرا طبية حال للسن لأنك وصلت ل33 سنة وهذا الفريق أول فريق محترف في سويسرا سيون وكننا نفس في 1986 العام اللي اللعبو فيه كأس العلام في كأس سويسرا كانت كذلك وحد الفترة دو استهام الفريق فترة مهمة جدا هذه الويداد البيضاوي صراحة أنا لم أرش من خرج هذا الصور هذه أنا سيبر ردول يتيم شق لبلاد صراحة أنا ما عندي وكان نشوف واحد العدد العبل صراحة أنه الوجوه اللي كانوا في مستوى عالي جدا ومداروش منهم كنشوف الأخ دي سحيطا كنشوف سعيد زموري كنشوف رشيد كنشوف نوردين الصفاري صراحة صراحة الحريس حتن لأنكا اللي تفا مؤخرا الله يوالي برحمة الله صراحة كانوا عدد دي دي الشبان اللي كانت عندو موايبة كبيرة هادي هادي صورة أنا غير مو مني شفتها أنا تنقول تبورش تبورش الحنفاس كغير لأن صراحة عتيش كل فعنا كين زاكي كين أحضان كين كيتا اللي كان مازال معها في التواصل كيسكن في بردو المرحوم عبد الحاق كمال شيشا مجاهيد عبد الخلق وخاصة المرحوم بيتشو لأن هذا المسيم دي 1978 سوسان دي سوسان دي سوسان وزاكي سغير دي كلوغت عدي صورة في مصر بجانبي بجانبي الأميرة الشيخة الشيخة الثاني الشيخة القطرية الشابة اللي كترأس مؤسسة ساتوك الدولية واللي كتعتني بالأطفال الأيتام وكنا دهنا درنا أول مونديال كأس العلام الأيتام في مصر ودرنا النسخة الثانية في بلغاريا وكنا نوجدون المسخلطات في تيزنيت وهذا طبيعا مع صديقنا الرئيس جورجوية جورجوية ليبيريا تماما وكنا نقشوا هنا كأس العلام للتيزنيت اللي كانت تقام في تيزنيت للأسف تأجلت لأنه جاءت في الفترة دي الكورونا وتأجلت ولكن إن شاء الله بيحل سنحقوا هذه الحلمات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونقشنا هذا الموضوع للمؤسس محمد السعيس الأبطالي لأنه الفكرة بالنسبة الرئيس جاته كانت كبيرة بزاف هذه هذه الصورة مع الفنان المصري سقا أحمد السقا أحمد السقا أحمد السقا أحمد السقا لأنه قصة هنا كانت كدر في 2019 و2010 كانت حضر المهرجان دي المراكش وهو حمد السقا كانت يلعب للكورة يعني في زمليك في صغره وكانت توعد في الركوبة ديالو ودخل العالم دي الفن لأن الأب ديالو هو الأول واحد اللي داردو ماريونيتي 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 تبري بالصح ولمكن جاء المصر قال المسؤولين أن أنا مدة نجي للمغرب ودقي ما كان لحن ديالو نشوف تلقى بعزي ديالو لكن نطفان ديالو وعيطوا صراحة في واحد الساعة متأخرا وطلبوا مني باش نحضر إلي كان ممكن وخديت طياء سيارة ديالو مشيط المراكش تلقي تنوية ودووزنا تنوية واحد صراحة تلقي تنوح ودووزنا واحد اليوم تاريخي ومتبقى تنوية العلاقية اللي حد لان حاليس اللي كنت اخترت عالية وتعالى انتوان بيل انتوان بيل باش نرجع للمسألة هذه ديال لذيال لذيال عندك واحد بزر ديالي فان ارتيست منهم بودر اليموريست بودر اللي جستم اسمي ديالو قالوا لي كيفاش لاش واخي لاش كنت سمتيش بك طبية حال والصديقي يعني انا ويا كذلك وانتوالتون كونتاكت وكان هوم اللي كان في الصغر في ديال الحي في فرنسا وكان في ديال فترة ديال 86 وكان تاوو كيدر البنداء وكيدعب ومولوع بكورة القدم وكان ما كي اسمي اصدقاء ديالو كعي طولي بودر بالا واحد القيطة بغاما وملي كان بغير يطبع هذا واحد التوني ديالو جال اسم طويل بزاف بودر بالا عبدالعزيز الإدريسي ويدير غير بودر ومشتالي مشتالي ديالو معروف غزال غزال في كتيب بودر بسنا جانتي جانتي ومشتالي باش نضر مع وغير موتي نقول لك فان فان دا ماك ما فيه عزيز اسمحتي قد نشوف شنو شارع تقول على عزيز بودربالا ما يمكن شي واحد ليز يقول عزيز بودربالا ما يتفكر شو دك المراوغات اللي كان كيتميز بهذا الحسن الهجومي اللي كان عنده من بين أحسن اللاعبين اللي دازوا في قرط قدم المغربية زيادة كان عنا فوعدا أنه فنان على المستوي فنان في المجال الموسيقي وفنان في المجال الكوروي وعزيز بودربالا ما هضرنا عليه ما هضرنا ما غاديش نوفيوه حقوه ما غاديش نوفيوه العطاء اللي اعطاء الكورة عندي واحد القطاب بقي تذكر هاليه كان في واحد الماتش مع ليبيا واحد الكورة كانت جاي الطريقة بشبطة فشدروا ذاك شي ديال العاب الكبار ديال العاب اللي تنسمعوه في البرازيل وفل الارجنتين عز بودربالا تلقى محبوب والشعب مغربي كله كانت يفرح مني يكون بودربالا مكون فوكي في المنتخب واللي كانت يفرح نكتر هو مني كانت شد الكورة فسط الكاري ديال تنعرف وغات يكون شئ بيلان مع الفاريق التي ضربوه ديما ديما هو التي اعتقنا وهذا اللاعب أنه الطور الحالي لعب عز بودربالا داخل الجامعة الملكية المغربية في إطار من المكتب الموسير لفوس التجاع كانت تعينا مهما وتعينا لتكريم والاعتراف بالأطور المغربية سعزيز مجا تسمع هالتيموانياج هذو وشنو مالإحساس شادي نقول كي صراحة كان سعيد جدا لأن ماذا الناس يتذكرون ماذا يشوفوك في الشارع يجول عندك وكان يهضروا معك خاصة في عدد المواضيع يشغل الكورة وفي المرض يقدرون يفكرون في عدد الأشياء صراحة التي جيدتها تماما في حال الأخ الذي يهضر على هذا الذي يريد ضد وخوة يريد يعود للقطاع يريد دار هكذا من أشاف اللي طال جاي من من تبقى ربعا لكن سي مانفيك كيف تقول لهكذا صراحة سوفي مبليز الأخ الأخير الذي كان هضر بالتجربة في الجامعة الملكية الكورة القادمة تهدي تجربة أخرى وفي نفس الوقت اعتراف وتكريم المسار ديالك عزيز هذا ما في شكل لأنه الفوزي القجاع لما ترأس خدم مسؤولية على الرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم حيث أن هذه تظنون أزيد من 6 سنوات وتجدد بطبيعة ما تجدد بعد الجامعة العالم فقدر العمل الذي قام به والذي كان استراتيجية ديال العمل دياله والتوجه اللي كان عندهم من الأول بدك يجلب واحد العدد ديال اللاعبين القدمة اللي عندهم ديبلومات واللي عندهم ديرا يعني أو العلاقات الدولية يعني يضمهم بجنبه كانت كانت حاجة مهمة جدا وحنا شوفنا يعني العمل اللي قام به واللي قامت به لجامعة الملاكية المغربية وقالة في السنين الأخيرة صراحة كانت إجازات مهمة جدا واللي ما زال بزاعة نوعية كمان بزاعة بزاعة وخاصة لعامد نحن فرحان نسمح لي لقدتك وهو جمعنا حمود التيمومي صراحة نحن كنا قاعد أعضاء الجميعين كانوا سعادة وفرحان بالتوجه حمود نسنعو هنا رعطانا وعدنا نقول علي عفاك اللي كلا تلاقيت معا قولي ولا بزاعة لدينا دابا قولي رات نسنعو كبريمو تهدي صديقة تجربة أخرى غبي دمو قبل ندو زال العمل الجمعوي اللي تهمني بزاف واللي خسن هضرو علي تاو جديد هذه دابع عامين وانا عندي مسؤولية دي المدير رياضي وخاصة في المجال التكويني ونحن نخدم صراحة في المشروع مهم جدا وطبع ما زال ما بديناش مئة في المئة لأنه خاصة جينا في الفترة دي الكورونا دي الكوفيد والإمكانية شوية انقصاد ونحن الآن محتاجين صراحة محتاجين الانبيجي لأنك تعرف اليوم خاصة المغرب والجامعة الملكية المغربية وعطي واحد الأهمية كبيرة ل الفورماسيوم ولكن نحن نحن خطوات مهمة ومنطبع يقدر يكون نداء الفعالين اقتصاديين دي المدينة الجديدة باش يعمون حيث دار نتمنى لأنه صراحة النادي الأخ مراد دفر حسين الجديد يمر للمرحلة صعبة جدا خاصة من جانب المالي والرئيس بوحده ما يكفيش لا يمكن تتوصل للمرتاعة عمل جمعوي عندك الكاسكيت منها الوليمبيكس اللي تت واخده لك ويأخذ لك وقت كبير صراحة يأخذ وقت كبير لا ويأخذ أي وقت صراحة في هذا العمل صراحة لا لا تعيش لأنه الأولمبياد الخاص المغريب في سبيسيال أولمبيك موروكو تعيينت كسفير الأولمبياد وحنا كان عارفو بأنه الأولمبياد الخاصة تجمع أكثر من خمسة الملايين دي الرياضيين في تقريبا 174 دولار الأخ موراد وبما في ذلك المغرب حيتم الإنشاء الأولمبياد سبيسيال أولمبيك موروكو في عام 1974 في إفران أو 1994 عدوان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الأمينة رحمها الله رحمه الله رحمه الله عليها وهذه أول منتظمة صراحة اللي كتسل تطوير من خلال رياضات الأشخاص دول الاحتياجات الخاصة وصراحة كيدر العمل وصراحة أولمبيكو أولمبيكو لأولدات الدول الحتياجات الخاصة وكتشوف كيف الحنان وعطف حضرت نتلوح لأولدات الإفران كانت تعمل تماما كانت في إفران كانت ريما كانت ممور لأولدات كيف تعمل كيف تتعطي وكيف تتأخذ ربزاف في ترم ركوناسانس وكيف أحساس وكيف حضرت الأسباب الأخيرة كانت لأولدات سيميناء اللي حضروا فيه واحد العدد الأطباء أو المشاركين أجانب من دول شقيقة في إمارات العربية المتحدة موريطانيا المحرين الكويت لبنان وكانوا داروا دورة كوينية بشكل الأطباء بطبيع الحر كتعرف الأطفال أو الأشخاص دولة الاحتياجات الخاصة ممكنش أي واحد يجي تتعامل معهم أو احتمل من جانب طبي لأن يكونوا اختصاصيين وداروا دورة كوينية في هذا الشأن بش في حالة ما مثلا يقول الإدماج ديالهم في الأولمبياد يعرفوا كيف يتصرفوا مع هذه الوليدات وحنا رأينا كأس العالم اللي يدوز في أمريكا الولايات المتحدة أمريكا وضطف ديترو في ابتداء من الأول دي الشهر المقبل إن شاء الله بيحويل الله والذي يشارك في المغرب والذي يطح في المجموعة الخاصة وكيكون خمسة دي اللاعبين عاديين عجيب وكيكروح الإدماج منغوش فكرة فكرة عائلة رائعة رائعة وكيما قلت الوقت اللي تعطي ما ما عندوش ما عندوش وصراحة أنا أنا سعيد جدا بتوجد ديالي معهم صراحة عبد الله سوف ندير واحد الوقفة إلى سمحة عزيزة مع سمحمد الورديني في البغيك طائم ونشوف ما نقع في الفساحة الدولية بوصولها لنهائي بطولة وهمبلدول الكرة المضرب حققات تونسية أونس جابير مصنفة الثانية عالميا إنجاز تاريخ عربية وإفريقية في البطولة الكبرى التينيس مباراة نهائية جمعات تونسية أونس جابير والكازاخستانية إلينا رايباكينا رايباكينا نجحة في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى الفوز المثيرة على التونسية بجوجة المجموعات المجموعة واحدة وقدت على حول مجابير كأول لعبة عربية وإفريقية كتفوز بلقب البطولة الأربعة الكبرى في التينيس دائما في ملاعب بطولة ويمبلدون توز السرب نوفاك جوكوفيتش بطل البطولة للمرة الرابعة على التوالي بتغلبه على الأسترالي كيروس بتلت هذه المجموعات في مقابل المجموعة وحدة بعد الفوز جوكوفيتش حقق اللقب 21 في البطولة الأربعة الكبرى والسبع في مبلدون تمكن المنتخب المغربي قل من 18 سنة من سعود لميسة التويج بتحقيق الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط فهران ويرفع رايات المغرب عاليا بحتلال المركز تالت بفوز على المنتخب التركي بربعات الأهداف الهدفين شكرا سي محمد الورديني على الفقر بريك تايم سنكمل الهدرات سعزيز من غير سبيسيال وليمبيكس قادرتي على الأسوسيال الجمعية الأخرى التي تتشغل فيها وحاضر فيها الفوندس ساتيو صبحت اليوم واحد عضو أو نائب نائب الرئيسة الأميرة شيخة التاني وقالت تقدر واحد العمل صراحة رائع جدا وهذا الشبال الأميرة عطيه واحد اهتمام كبير للأيتام وكانت دائما تعرفت على المؤسسة كانت الحلم وهو تحقق أول أكاديمية خاصة غبل الفوتبول خاصة غبل أيتام يعني اللي يدخل إلا اليتيم ويكون كوين نخرج منه مع اللي ملا يمكن اللاعبين يمكن يلعبون في أندية كبرى والحمد الله قبل كيف قلت في المدينة التزنيد وكذلك تحقيق أول أكاديمية في الأيتام هنا في بلد الحبيب ومن نسوش كذلك بأن ركع من مؤسسين وفعالين الكبار في مؤسسة محمد الدار لأنه كان يحوي لأنه تبقى في الدار الخفاء وكذلك تبقى احتراما للرياضيين لأنه الهدف منه هو مساندات ومؤسرات لأبطال الرياضيين التي توجدون في ظروف صعبة والحمد الله اليوم المؤسسة كان أزيد من ألف منخريط وكان العدد الرياضيين للمؤسسة تقوم بالتمدرس الولادة ومتأمين الصحة ومتأمين ومتأمين وكذلك يعني لو إذا تحتر الملك يشد البكالورية المؤسسة تساعد كتساعده بشي إلا أريد بشي يكمل الدراس في خارج البلاد ومنسوش كذلك المؤسسة مؤسسة محمد السادس الأبطال الرياضيين اللي كتستفد منذ عام 2014 من مبادرة جلالة جلالة الملك محمد السادس حفظها الله بإرسال وفد رسمي من عشرين عضو سنويا لأداء مناسك الحديث عجيب عجيب أشغل نقولك برافو عزيز هذا كله تحسب لك وكما قلت نعودها واخدنا نعود ما عنده العمل الجمعوي وقدرت على المساندة وقل بحالي بحالك سنسند فريق الوطني المغربي الإينات اللي غير عمقابلة كبيرة كما قلنا نهر الأربع اللي غير بحالك لعب كأس العالم سنرى الشريع المغربي التي يقول على الفريق الوطني المغربي المنتخب النسوي سنرى نتيجة مزيانة ونتمنى لفوز رغم أنه لم يكن ماتش ماتش للماتش لتكهل كأس العالم بالنسبة المنتخب النسوي هو منتخب منتخب مزيان منتخب عنده تقنية عالية بزاف وصراحة حصينة واحد غير في الكورة المغربية بالنسبة المنتخب النسوي المغربي شرفنا هذه السنة وعطا صورة إيجابية للكورة المغربية وتنشكر رئيس الجامعة والناس الذين ستسيروا كورة القدم بصفاء عام والمنتخب النسوي المغربي تنتمنى لأحد موفق كونتر بوتوانا لأنه إلا فاز بالمقابلة ستعال مباشرة لكيس العالم وسنطلبهم الجامعة المغربية أن تحج الملعب كتافة وتسجار مغرب وإن شاء الله سنجعل لكو بدافخك إن شاء الله بدافخك ولكن المهم المهم بزاف هو نفوز به المقابلة الجاية كيف جاءتك هذا الاهتمام بعدك الكورة النسوية شفنا أقل من 17 عام كاليفية الكأس العلام إن شاء الله إلا بغل الله تقدر تتتمكن كان واحد تتتمكن كبير وكان واحد بزاف وشنو تقول سعي زل بزاف وصراحة نحن كدر لي اليوم كان عيشوا كمام يعني لحظات تاريخية أن الكورة النسوية شكرا لك كانت يقدر عليها ولكن عرف غير في سنتين لدازو اليوم الجامعة المالكية المغربية لكورة قدام بأرسال سيد فوزي القجاع أعطي واحد اهتمام لازم في المختلف في الفئة العمرية وكان شاهدنا واحد تطور كبير في الكورة النسوية وخاصة كيف ذكرت تأهل المنتخب أقل من 17 سنة المونديال في الهند واليوم المنتخب الوطني الكبار اللي وصل ربع النهائي في كأس إفريقيا الأمام هنا في بلدنا في المملكة المغربية ويلفز كعرف الجاميع بها دورها سيتأهل كذلك الكأس العالم المقبلة صراحة نعيش في موقع إستوريك هذا ما فيه نديرون الجمهور باش يكون حاضر ونذكره بنفس الوقت الترتيب ديال المجموعات والبرنامج ديال الكار دو فينال المغرب سالة في المجموعة أليف بتاع تنقاط المتبوعة بالسنغال الأفريق ديالسود ونيجاليا في المجموعة الگروب سي 9-6 وفي الگروب بي زنبي كامرون تونيزي على ترتيب نشوف دابع البرنامج ديال ديال الكار دو فينال زنبي سينيغال نهر الاربع مع ستة بتبوعة مقابلات اللي غتجمع المغرب مع بوتسوانا مع السعود نهر الخميس كامرون ويوجد نيجيا مقابلات مهمة بزاف والأفريق دو سود غتلعب تونس كما قلت تدهورة كبيرة في المغرب دابا نقدر نقول بي ان البلدنا تعودت باش تنضم بحالة تدهور وكبرقها علش الله بكل الرياحية بشهادة رئيس الفيفا وشهادة كذلك رئيس الكاف وجميع الفعالية الرياضية العالمية كلهم كنوه اليوم الحمد لله بلدنا الحبيب لان الاشتلاح السيمور غير في الافتتاح ديال هاد دور هادي ولو كان بسيط جدا ولكن كان صراحة تنظيم في مستوى عالي جدا وهذا احنا كمغربة كيف رحنا و احنا معدناش شك بأنه ان شاء الله بحويل الله منتخبنا الوطني النسوي غادي ما نقولش ما نمشوش ديال نوصلوا النهائي ونفوزوا به على كل حل ديال ضد المتخب أو المباراة المقبلة ان شاء الله بحويل الله غادي يفوز وغادي يوصل للنصف نهائي وديك الساعة وطبع الحال غادي نكونوا حاضرين تاني بكترة الملعب باش نسندوا ونزيدوا نعيشوا اللحظة التاريخية اللي كان عيشوها ولي عشناها حتى الآن قبل من نتقي اللعبات الدولية ديالنا مها الصالح وفقرة ديالها اكستخطا محيطنا ديما ندي بوض واحد السؤال يلي قلي اشنو اشنو السكر ديالعزيز نميرو ويت رقم ثمانية نميرو ويت صراحة كان دائما من المتخب الوطني المغربي نعم أنا كنت في البداية من اللي بديت بديت بالنمرة سبعة وكان اللي كان عطاها لي النمرة سبعة هو سمحمد العماري الله يولي ورحمة الله في البداية ديالي في 78 في المتخب الوطني المغربي ومن بعد بدأت دائما اللعب برقم كان لعب برقم ثمانية في المتخب يعني ما كان شي سكر داكو ما كان شي حاجة في الفامي اللعب برقم ثمانية قال لي على وقت لاحظ الوئتيام الفاندي اللعب برقم ثمانية وقلت الله وقلت الله هذا وقل عارب حسن منك لا يمكن صراحة أني كنا دم قد مني كترتيمية وفين كان تواجهنا في أياش من المرتبة يا سيس عزيز توتشفيت مع الصليح بس الحسنية كان احنا في العائلة كنا حضاش طرف في وجوج يعني بكري وانا انا هو الرقم ثمانية في العائلة آه باب دونك سنقدم لكم بعد السيد اللي قال لنا هذا توتشفيت مع الصليح في الفقرة ديالا اكستر تايم شكرا مورد مشاهدين أعيد مبارك سعيد أعاده الله عليكم بالخير واليومني والبركات نبدأ فقرة اليوم بالصورة ديالابوات الأطلس نهر العيد باللبسة التقليدية الخاصة ديالأعياد مجموعين على الشوى والنشاط هات السيدات حاليا على بعد خطوة وحدة التأهل الكأس العالم 2023 واللي يكون بأستراليا ونيوزيلاندا والمباراة الجاية واللي هي الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية سيدات أتكون نهار لأرباع 13 يوليوز واللي يجمعهم مع بوتسوانا مع تسعود كانت منه اليوم التوفيق ومربوحة إن شاء الله بعيدا عن كرة القدم المنتخب المغربي الجنباز الفني شابات واللي كي تكون من إيناس العبوري والشروق العنبي وريحاب السبتي حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية المشرفة في وطولة إفريقيا المقامة في مصر المركز الأول خده البلد المنظم والثاني لجنوب إفريقيا تبارك الله عليهم المغربي نبيل الشعبي خده ميدالية فيضية الكاراتي ده من منافسات وزن أقل من 84 كيلو جرام بدورة الألعاب العالمية بيرمنكهان 2022 هذه الميدالية هي الأولى للمغرب في دورة بيرمنكهان 2022 والثانية في تاريخ مشاركة الكاراتي في الألعاب العالمية واحد الفيديو منتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي دي المدرب الإيطالي قاتوزو هو كيدخن السجائر الإلكترونية في أول حصة تدريبية الفريق الجديد ديالو فالانسيا الإسباني هذا الفيديو دردجة حيث لأول مرش مدرب كيدير بحلل الحركة قاتوزو معروف علي أنه مجنون مليك اللاعب نهاية فقرة إكستر تايم اليوم تلقى فقرة جديدة إلى اللقاء شكرا مها الصالح بو الإكستر تايم دائما نريش عن إنفرميسون سعزيز كما قلتك في الأول نحن نتحدث الوقت بزاف تخير تخير ونبريو نبريو 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 نطولو نطولو حيث كين بزاف 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 دي الحويج ولكن أعطيتني واحد قبل ما تدخل قلت لها سنبدأ نفكر في الكتاب حيث نقول لهم نعودوها الرياضيين عندهم بزاف حويج ما يعودو وبالمرات تنسوا راسهم مرح كمانتو مرح دي المغاربة كاملين سير في هذه القضية هذه وتنشجحك ولكن أنت محتاج لمعاوانة ما كانت تشي مشكلة صحيح من خير للمذكرة التي كنت قبل البرنامج بدأت ترطف في دماغي لأنه كان بزاف الحويج خاصة لجمهور المغربي نعيشناها وما كان نضرش عليها في ذلك الوقت وخاصة في السين اللي داست معلش لما نشاركوها إن شاء الله بحول الله مع كل جمهورين المغاربة سعزيز شكرا شكرا مرح مرح ديالكامل لكن هذا ضعيم تشرفني باش نستقبلوك هنا في سبورتايم وفي أمفانك شكرا شكرا أصدقاء في الريجيون أعطوكم معيد تنجا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة